احترام المجتمع هذه قضية طويلة عريضة هي نقاط الخلاف اللي بين الناس في عندي 110 ألاف معلم منهم 80 ألف بالجهاز الحكومي هذا الحجم يجعل من الصعب على أي سياسي أنه يتبنى قضايا يعني تتعلق بالمعلمين لزيادة الحجم الحاجة الخامسة اللي هي الحاجة أنه المعلم يعبر عن ذاته يحس أنه إنسان عنده قدرات مسموح له يجرب مسموح له يخطئ ومسموح له يكون جزء من المجتمع كمان ومسموح له يشارك في الأنشطة الاجتماعية والأنشطة السياسية أحسنت يعني المعلم في الحاجة الخامسة يجب أن يتمتع بحقوق إثبات الذات من خلال مشاركة في الأنشطة ومن خلال السماح له بالتجريب والسماح له بالوقوع في الأخطاء هلأ باجي شو المشكلة اللي بتعوق وليش هيبت المعلم نزلت زي ما بقوله أنا ما بقول نزلت كل صاحب سلطة في القرن الحادي والعشرين هيبته نزلت لأنه سلطاته قلت فانعكست على التعليم الوزير سلطته قلت وهيبته قلت تشعر بذلك دكتور الضابط والعسكري والشرطي الأب في البيت يعني كل صاحب سلطة فقط طبعا نتيجة أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ولكذا بطل الواحد يقدر يفرض سلطة قاسية يا دكتور لأنه كنا عايشين بمجتمع ديكتاتوري يعني أكثر منه أي شيء تاني وما زلنا عايشين وما زلنا عايشين لكن في تأثر بالأفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان أي طالب هلا بقول لك للمعلم ممنوع تضربني بعرف القانون أي أب بروع المدرسة فارع دارع بقول له أنت سويت كذا وانا ما بسمح لك تسوي كذا نسمي المقابل دكتور احنا نضربنا سابقا ولم نستطع أن نشتكي لأحد وكنا نتألم وكنا نوكل ضرب وشو استفدنا ثمانين بالمئة مننا طلعوا رعيان والذي يظلوا بالمدرسة اللي قدروا يقاوموا قسوة المدرسة وقسوة البيئة المدرسية هلا قلت لك التعليم كمي ما عاد التعليم نوعي زي أول هلا التعليم كمي مجبورة دولة يتعلم جميع الناس بدي أحكي عن الحلول المطلوبة أو أين نحن من العالم نحن نتأثر حاليا بمجتمع يفرض على الإصلاح التربوي قيودا عديدة ويريد أن ويريدنا